موسيقى العنوان هو فرض نفسه على السحر يعني اليوم تفتح القنوات التلفزية تفتح الإذاعات، تفتح الجرائد يعني هناك تركيز حول الإسلام ولكن حول مظهر معين من الإسلام وتقديم للإسلام وكأنه جوهر ثابت ما هي ثابتة في كل الأزمان مقاربة أنا هي تبيان تعدد أوجه الإسلام في الماضي وفي الحاضر ليس هناك إسلام وإنما هناك قراءات مختلفة دعويلات مختلفة طرق مختلفة لعيش الإسلام وهذا ما أردت أن أبينه للتباين مع تلك الصورة التي تقدم الإسلام وكأنه جوهر ثابت في مقابلة جوهر ثابت آخر اسمه الغرب وكأن الإسلام أزلي في مواجهة غرب أزلي فأنا مقاربتي هي لتكسير هذه الصورة هل مقاربتك تختلف عن المقاربات التي قدمها طيب تيزيني حسين مروى لا أدري الكثير من كتب عن الإسلام هناك يعني أنا مقاربتي للوقاعة الإسلامية هي كمقاربة أقارب الوقاعة الإسلامية كما أقارب الوقاعة الدينية كل الوقاعة الدينية يعني مقاربة فيها نوع من المقاربة وذلك لرفض ما يسمى بالاستثناء الإسلامي هذا الكتاب السابق لهذا اسمه لنقطع معه مقولة الاستثناء الإسلامي ليس هناك استثناء إسلامي أنا أعرف كتابات طيب تيزيني هو أكد على أن الجوانب التقدمية في الإسلام قراءة تحاول تثبت يعني ليس هذا هاجسي هاجسي هو أنه بينا أن الإسلام يشتغل ككل الأديال يعني ليس هناك يعني صورة قارة ونهائية وإنما هناك دينانيكية يعني تمر بها كل الأديال في علاقة بالقرن هل هناك ما يزعجك اليوم عند المسلمين أو عند الإسلام السياسي لا أدري هل هناك شيء تزعجك هو يجب أن نقطع مع هذه المقاربة الإديولوجية للإسلام والإسلام السياسي هو يشترك مع بيرنار ليويس يشترك مع دعاة الإسلاموفوبيا في كونه يقدم نفس نفس الصورة يغذي يعني الإسلام السياسي يغذي الإسلاموفوبيا والإسلاموفوبيا تغذي الإسلام السياسي وبالتالي أنا أكثر من ثلاثين سنة أشتغل حول هذا الموضوع من موضوع يعني تخليص الإسلام من الصورة التي يعطيها بعض المستشرقين الذين يقاربون الإسلام وكأنه المه الآخر المغاير بامتياز للغرب وكذلك الصورة التي يقدمها الإسلام السياسي عن الإسلام وعن الحضارة الإسلامية قراءة الإسلام، تأويل الإسلام، الطريقة التي يعيش بها الإسلامون بالإسلام هي مرتبطة بالوهع، موازين الكوة التي تربطهم بالآخر فمثلا هناك من يتكلم عن العصر الذهبي للإسلام حيث كان الإسلام متسامحاً يعني أنا ضد الصور النماطية سواء في القديم أو في الحاضر في القديم كانت هناك وخاصة في الفترات التي كانت فيها الإسلام في موقع مهيمن عندما نكون في موقع مهيمن لنخاف الآخرين والعلاقة بالآخر ليست محكومة بالخوف اليوم العلاقة بالآخر هي محكومة بالخوف نتيجة أن العوالم الإسلامية، المتمعات الإسلامية هي مهيمن عليها هناك من يتحدث كثير عن نموذج التركي ويقول أنه نموذج عصري وحداثي وغيرها ما هي مقاربتك لهذا الموضوع؟ ما إن يقدم الإنسان الدين على أنه في نفس الوقت دين وسياسي فأن بالنسبة لي المسألة لا خير يرجى من هؤلاء لا من النموذج التركي ولا من نموذج النهضة لكن أنا أؤمن بأن تركيا أو تونس هذا النموذج للإسلام السياسي هو نتيجة موازين قوى فرضت عليه أن يكون على هذا النحو وعندما تتغير موازين القوى لصالحه ليعود وتلاحظون إردوغان كيف عاد إلى ما قبل هذا الانفتاح رشل غنوش حسب موازين القوى بينه وبين القوى الديمقراطية والمجتمع المدني والأطراف العالمية التي يتعامل معها يأخذ هذا الموقف ويأخذ نقيم موازين القوى لم تحسم داخل المجتمعات الإسلامية نهائيا أو بصورة حاسمة لصالح الثقافة الديمقراطية لصالح حقوق الإنسان لصالح العلمانة وبالتالي ما لم تحسم القضية في داخل المجتمعات فإنه لا يمكن المراهنة على تطور ذاتي للإسلام السياسي لكن هناك رأي ثابت عند الناس عند الجمهور يقولون مثلا الإسلام صالح لكل زمان ومكان هذه ما كنت تلجدها في كل الأديان لكن يعتقدون أنهم نعم فكل الأديان هناك من يعتقد أن الدين هو شامل لكل شيء ويصالح لكل زمان ومكان وهناك قانون أزلي لأنه من منطلق إلهي وعندما تتناقش معهم يقولي نحن نريد أن نطبق الإسلام الشرعيسي ماهية أسأله ماهية يقولي ما شاء في القرآن تريدون أن تطبقها وحرفين يقولي كيف ستطبق حرفية لا إكرهة في الدين ومن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر ومن ناحية أخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وحتى يكون له الدين سوف تختار أنت سوف تختار أنت سوف تغلب هذا المظهر على ذلك وبالتالي ما قولت أن الأحكام الواردة في الكتب الدينية المؤسسة هي صالحة لكل زمان ومكان هي ما قولت إيجيولوجية تغالط وهي تقوم على الانتقاء وننتقي من النص ما يدعم اختياراتي السياسية الفكرية التقاثية الاجتماعية وأبحث في مصر أنتقي منه ما يؤكد ما يدعم وجهة نظري وأتغاضى عما يخالف وجهة نظري المجتمع يتطلع وأنا درست الثورة في تونس أو في مصر أو في الجزائر الأخيرة يعني التعبيرات هي ندرس المطالب هي مطالب في نفس الوقت الديمقراطية واجتماعية وهذا ما عجزت النخط السياسية على تحقيق وهذا العجز هو الذي يوفر العرضية لتنامي هذه الظواهر المحافظة التي تتخذ في شكل في بعض الأحيان أشكال دينية في بعض الأحيان أخرى أشكال يعني قبلية وفي أحيان أخرى أشكال عرقية أنه حتى الإعلام ما عادش الإعلام معناها عمومي يعني معناها مقاولين خاصين في كل شيء المقاولة الخاصة في كل شيء يعني الرأس مالية المتوحشة يعني يعني كما نقول في تروس ذراعك يعني يعني يعني